السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير حلوين اشحالكم علومكم ان شاء الله طيبين طمنون عنكم سامحوني والله شوية صابتني زكمة ووعكة وعكة شوية المهم اليوم بنتكلم عن عملة همستر كومبت والتي يعني تاخذ الصدارة في حديث الساحة في عالم العمنات الميم والتوكنز شو قصة العملة شو موضوعة شو رأي فيها وين ممكن توصل في المستقبل الله أعلم ولكن بنتكلم عنها بما انه ما شاء الله كل حد احمد شفتها همستر كومبت همستر كومبت المشكلة تعرفوا اني انا فهم الأمور وعارف هالشغلات كيف تنتهي وشو قصت وشو زبدتها وعارف المقصد من هالعملة او شو زبدتها طبعا اللي يبغي يقوله نسمي بسم الله ونتوكل ونشوف شو اللي عمل بالضبط نقول بسم الله بركة الله طبعا هذا موقعهم وهذا توترهم عندما عشر مليون فلور خلنا بس أكد انها موقعهم اي نعم هذا موقعهم هذا موقعهم توتر من في عشر مليون وقاعدين يتكلمون هذا انه وصله تقريبا مئتين مليون مشترك انه منزل بوت هذا وعبارة عن بوت تعمل في مهام في التطبيق ما عبارة عن بوت يقولك سوي كذا سوي ريفيرل سوي انفايت سوي يعني سوي من الآخر تسوي قلم هذا الموقع يقولون يتكلمون عن والآخر عبارة عن فار وانتو بكرامة فار وانتو بكرامة او همستر هذا الشكل هذا الحيوان شو بعد مبني على شبكة المشهورة تابعة للتلقرام شو بعد موقعهم ما في شيء ما في ويت فيبر ولا شيء ولكن بس يقولك شو بنسوي والآخر اللعبة الموجودة فيها مهام وماينينغ وارن تاسكس تاسكس اللي هي مهام ورفيرل يعني مثلا انا انشر الواحد يعطوني مثلا الف حبة خمسة الاف حبة والآخر وفيه كل ما تكمل اكثر في البوت هذا او التطبيق هذا التم اكثر يعني تحصل مثلا كوينات على فيها كاردز ما كاردز وديلي كومبو يعني مختصر ما فيت تسوي عبارة عن مهام ويعطونك عملات مالتم هم يقولون بتدرج ما دري متى اخر السنة ولا ما دري متى كيو فور اربع عشرين ما حد يدري متى بتدرج اتوقع لانا ما في مكتوب شيء مثلا مثلا ويلاخره قصتها نفس واتذكرني في باي نتورك نفس الفكرة نحن نتكلم دائما وابدا ما في شيء اسمه تعدين في كبسة هذا عبارة عن يعني لو انت ان دايما ارجع ما ارجع ارغم وعد لو انت قاري الكتب ان بس تشوف الصورة لو انت قاري الكتب بتعرف انه ما في شيء اسمه تعدين في التكبيس ولا تطبيقات ولا على جوالات هذا خلصي منه نزيل الضجة الاعلامية اللي صارت طبعا واحد يزاهر الله الفقير ما ارش اسمه لقيت الفيديو يشرح عن العمل ويش قصة طبعا وعبارة عن تطبيق نفس هذا بس خلونا يشوف الصورة مالتل اوكي هو عبارة عن تطبيق نفس هذا وليهم شركات ومنصات هذه اول ما تدخل هالتطبيق نزيل عبارة عن تكبيس نفس تك توك ونفس نوت كون تك توك تحصل الكوينات الذهبية هذه على اساس ان العمل واخر شي ازيل خلصنا وبعدين طل عمرك تحصل عشر تلاف تدخل طبعا من رابط البوت ما لهم في التليجرام حتى لو هذا تكتب البوت يطلع لك في التليجرام ازيل تبدأ بدأ العملية ستارت الاخر اول ما تفتح عندهم البوت وهذا يعطونك خمس تلاف حب اتوقع زين تكتب لي اعطوك اول هدية خمس تلاف عملة على كلامهم خمس تلاف عملة زين يقول لك وخلصت وحين تكبس حتى وكمل ثلاثة يام يقول لك تكبس الاخري طبعا تنزل كيس بامر كيس بامر عبارة عن يكبس لك روح كيس بامر اتذكر يمكننا اللعب عيام ورد ووركرافت اشغل كيس بامر ونيالس وتابع فيلم كيس بامر باختصار يعني باختصار ان يكبس لك وانت مش موجود في البرنامج زين يكبس بدان ما يتعب يقول لك كمل ثلاثة يام تغريبا كمل ثلاثة يام وصل ميت ثلاث ثمانين الف اوكي ثلاثة ثمانين الف ويقول لك كل كبس يحصل اربع عملات وكوين باقي لما يوصل مليون بعدين يستوي لفل اثنين ولا ثلاث مدرك المهم تفتح مهام اكثر والاخر وبعدين عندك تحصل خمسة راف قطع دايما اقول هالعملات مبنية على الترويج انا ادخل ادخل غيري هذا يدخل ويدخل غيره الى اخر نفس ما يقولون التسويق الهرامي او باختصار يعني هالبرنامج او هالبوت او هالتطبيق او العملة الى اخر معتمدة على الترويج بقط لا غير ويقول لك عملات مجانية انت عادي تحصل عشرة مليون عملة والاخر يوم بتي يوم بيدرجون العملة والاخر بتكون عندك مثلا مئة الف لان بيقللون الكمية والاخر نفس كل واحد حصل مدركة مبلغ وبعدين نقسم الكمية خلوها اقل او كثروا الكمية وخلو قيمة اقل واحد من هالاشياء نزين خلص خلنا نقول سوى يعني طرش حق اصحاب وهذا وارسل لصديق نزين عشان تحصل الكوينات ثانية تكلمت عن هالبرنامج او هالعملة بالضبط مبنية على الترويج فقط لا غير لا مشروع ولا هدف ولا ايشي بس كلام فاضي زين يقول لك تحصل على الف قطعة تسوي تحصل الفين اضيف ثلاثة اشخاص تحصل عشرة الاف اليوم الاول يوم الثاني والاخري زين والله قاعد اشو الفيديو يزهل الله الفخير راضي البرنامج يتكلم عنها شفته وقلنا نشوف زين وصل قريب ثلاثمائة الف زين زي بدت الموضوع خلنا ناخذ الموضوع يعني طبعا زين نشوف في التويتر ما لنشي يقولون عبارة عن فيران او فيران زين في التليقرام ادرك مش شخص موجود اتوقع وايدين خمسة واربين الف ولا خمسة واربين مليون خمسة واربين مليون شكل خمسة واربين مليون زين عادي يكونون ثلاثين واربين بالمئة منهم بطات زين مو مشكلة زبدة الموضوع لو تيش شوف مثلا نحن على اليوتيوب والاخري ومستر كومبت والجيت سكس هندرد دولار والاخري وحصل ارباح وحقق والى اخره انا دايما برد اقول هالعبارة الف مرة مرارا وتكرارا اذا شفت شي تطبيل اللي يطب الله في السوشال ميديا فاعرف انك انت المنتج انا دايما اقول هالكلام ما في شي اسمه فلوس مجانية يا اخي وان كانت مجانية كانت بحساب غيرك دايما اقول انت عشان تعرف الملخص المفيد اساسا تطبع من هذه العملة او يعني مثلا تحدد كم كمية العملة هذي ان شاء الله تسوي خمس ستعشر من دريليون او كلها مجانية او بلاش ما تكلف شي فهذه القطع اللي يعطونك مبنية على الاموال الحقيقية اللي تضع في هذه العملة او هذه الفكرة وانت بتحصل الفلوس من الاشخاص اللي داخلين قبلك او من الناس اللي حطين فلوس في المنصات في المنصة يم تدرج شوف كلهم حقق الف دولار حقق خمسمية حقق من شو مجاني ولا خير انا دايما اقول اذا انت كنت يعني تعتقد انك بتحصل فلوس مجاني ممكن تحصل مية ميتين ثلاثمية اربعمية الف شو ما كان السعر ولكن هذي كلها من اموال الناس اساسا اللي حطوا الفلوس في المنصة يم تدرج العمل طبعا خلنونا نتكلم بالمنطق انتو تعرفون قناتي انا انسان منطقي وعارف الامور وفاهم الامور وعارف انها كلها ارفعوك بس بتحصل انا انا متأكد من هالكلام بتكون كمية عشرة الى عشرين ثلاثين بليمية للفريق وما فيها جدال انا متأكد من هالشي ان الكمية ثلاثين عشرين اربعين بليمية بتكون للفريق فهم قاعدين يطبلون ويروجون الاخرين الناس كلها تحب الفلوس المجانية التوكنات مجانية والاخرين انتو تعرفون رأيي الشخص في الامور ما في شي اسم تعدين كبسة هذه عبارة عن ايردروب انت تسوي مهام تسوق لهم تروج لهم تدعي صديق رفيرا رابط حالة والاخرين كلها لصالح هذه العملة عشان جمع زوار شو رأي في العملة نعم ممكن تدرج وتطلع عرقام جنونية وتنزل نزول صاروخ تعرفون رأيي وهذه مش للاستدامة اغلب العملات هذه اللي هي مبنية على السوشال ميديا والهايب والترند والفوم وببلالة وببلالة فترة وتعدي فبالتوفيق اخواني والله يوفقكم ويسر امركم ودمتم سالمين ونراكم في حلقات اخرى وصامحون على القصور اخواني